اشتركوا في القناة ونحن نسير في طرقات قريته الصغيرة بحثنا عن منزل الشهيد فبادرنا بسؤال سكان منطقته فأشار أحدهم ذلك المنزل منزله وهؤلاء أطفال علي كامل سعدو العبادي هو قويل أصغر أصغر شخص في العائلة مواليد 1989 حيات المدرسية مدرسة تداية حفل بصري في قضاء الزبير أما المتوسطة سارة الجبل عاش ولادته البصرة قضاء الزبير وكلها طيبة لا خلاني بنفسي زيارة لا خلاني ما خل بالبيت هنا طيبة كلها طيبة ما ما علا وما يختلف عن الناس في هذه القرية البسيطة الواقعة في قضاء الزبير في محافظة البصرة جنوب العراق ولد الشهيد علي كامل سعدون العبادي عام 1989 وعاش وترعع في ظهرانيها ونحن نسير وسط أشجارها كانت وما زالت ريحه عبقة على الأغصان تروي حكايات لينام الأطفال كان بطلا تشهد له الرواب والسهول والوديان ومعارك خاضها كان أول من التحق للجهاد وتحديداً في لواء علي الأكبر بعد فتوى الجهاد المباركة قطى السيد فتوى بعد هو خذوهم ودربوهم مدر الشميون فترة خذالهم وأنه بوجه هنا جاني خذالهم الشميون أنه بصعد صعد للجيش بعد إحنا بطولة هو ما يستولف بس استولف الناس عن بطولاتي عن الشجاعة مالتي منذ صدور الفتوى 2014 توجهوا وجماعته إلى معركة جرفة النصر شاركوا به وكان نجاح باهر لهم وشباب صغار ونجحوا بالمعركة لهم دور بارع توجهوا إلى الدور إلى العلام إلى يتريب إلى صلاح الدين إلى عسفة مراء إلى خالدية حتى وصلوا إلى معاركة موصل في هذه المعاركة صابتين صاب له كان بيده ونصاب الثاني براسه وبصدره ولأن الحسين عليه السلام حاضر في وجدانه وروحه والعباس يجمع الكفوف استنفر الشهيد بروحه وعقله ووجدانه وحين سار المجاهدون بركبهم وتصدرهم مجاهد محتسب يخافه الموت إن وقع أول موقف شفته أنا بعيني هذه قبل لا يرحم بالجرح أكو عوائل شات محاصرة بالجرف أول عوائل نزحة أجتنا أول واحد هو بادر لأنه بعد شبابه أخذ الأكل والماء والشرف وهذه الأمور وتلقاهم للعوائل النازحة أول واحد هو أركض هذا موقف الموقف الثاني بهجوم يأتي تقدمنا أنا والمرحوم الشهيد جهاد البيضاني كان هو الرامي وتقدمنا الصوب عدي أنا كنت أسوق بالسيارة الصوب بالجهاد وأخليته رجعت به أول واحد قفز بالحوض السيارة واستلم السلاح الأحادية هو المرحوم علي كامل وتقدمت مرة ثانية رجعنا لمنطقة الصد يعني بالدواعش لعنة الله عليهم كان هو وقاة القتال حقيقة أنا عجبني بقتاله لأن قتاله بطولي ومواقف صارت وهو ماهتز كان معروف حقيقة بشجاعته بصدقه بإيمانه بعمله بإيمانه بفتوته عفوا بمرجعيته الرشيدة حتى بعد تحرير الدور هو أحد الجرحة اللي حاليا موجود اللي فقط بصره هو رفيق الشهيد علي كامل الأخو بو منصور يعني كان إلى موقف مع ذلك مع الشهيد علي كامل أبو منصور من بعد ما وصلنا والتفه والدواعش لأن باعتبار الأرض كانت تسمح لهم أن كان دور الشهيد علي كامل وصل إلى نقطة يتواجد بها العدو ورغم يعني صعوبة وشدة المعركة كانت وقدر أن يخلي من بعد ما يعني حقيقة أيسنا أن نخلي ذلك الجريح اللي هو فقد نظره الآن موجود هو وذكرها في أكثر من محفل أنه شهيد علي كامل إلى فضل علي لأنه أخلاه من أرض المعارضة كان شجاعا صنديدا تشهد له ساحات الوغى في جرف النصر وصلاح الدين والكثير من جبهات القتال الممتدة طورا وعرضا على أرض الوطن وله في بيجي صودات وجولات في القتال وحتى رفع العلم العراقي فوق جامع الفتاح وسط المدينة غير مبالي للرصاص والغدر وعبوات الدواعش الأراذل انطلقت عمليات تحرير بيجي وهي عمليات لبيكة رسول الله الثانية عندما وصلنا كان تأكيد بالنداءات من قيادة الحشد أنه انتبهوا لجامع الفتاح انتبهوا لجامع الفتاح وإذا بشهيد البطل يتسلل ويدخل إلى جامع الفتاح واستطاع أن مع الشهيد قاسم حقيقة رحمة الله على قاسم هذا موقف أيضا كان وياه واستطاع هو أن يتسلل إلى جامع الفتاح ووضع هذه الراية راية اللواء وراية العلم العراقي فوق ذلك الجامع وعدما كان النداء أنه جامع الفتاح في حوزتنا كان النداء أنه خلاص انتهت بيجي بأخذكم لجامع الفتاح وكان من أول الداخلين واللي يتسلل وصعد إلى ذلك الجامع هو الشهيد علي كامل ورافق بوقته الشهيد قاسم رحمة الله علي ولدماثته وحسن خلقه وحرصه الشديد على أصدقائه من المجاهدين كان لا يألو جهدا وتضحية من أجلهم ومن أجل سلامتهم غير مبالي لأهوال الحرب حين اشتدادها يحمل قلب العباس عليه السلام وعزيمته إذ يقول إني أنا العباس أغدو بالثقة ولا أخاف الشر يوم الملتقى فقلت لهم أنا راح أتسلل على العدو واللي يريد يتبعني خلي يتبعني أول واحد علي كامل قال أنا بمصور وياك فسلام جمال لهم قال أنا وياك وباسم صغر قال وياك سيد جميل مجموعة أنا يجوز أكو أسماء أنسى أذكرها ذول اللي حضروا فمن تقدمنا سللنا على العدو أنا كنت أمشي أمامهم وكلما ألتفت ألقى علي كامل وراي لازم ألبي كيس ما أبداً ما عافني بقى وراي وراي لحد ما وصلنا للفتحة ما للسياج باسم صغر صار من جهة وأنا من جهة كانت أكو فتحة بياناتنا هو صار يشوف جهتي وأنا شوف جهته باسم قال أبو منصور قبارك اثنياً من الدواج قلت له راح أطلع اليوم باسم قال لي أبو منصور لا تطلع أنا بعد حقيقة شنت من فعل كلش من فعل ما سيطرت على نفسي فطلعت أريد ظروفهم ظاهر أكو عبوة ما أدري هي حرارية يعني على الحرارة انفجرت أو العدو فجرها من انفجرت العبوة بعد أني فقدت الوعي فقدت الوعي فترة معينة وبعدها انتبهت من انتبهت حسيت واحد سحبني من الجعبة لتلافذ الجعبة وهذه ما أعرفه أنا بعد فقدت البصر رئيساً ما أعرفه من جماعتي أو من الدواج أنا شنت قريب على الدواجش كلش فظلت أصيح لبيك يا حسين لبيك يا زهراء سمعت قلتها ذولي إذا دو عشر سنة سيخلصون عليه وأنا أريد الشهادة وآخر كلمة هي لبيك يا حسين على الثاني فبعدين سمعتهم يرددون وياي فعرفت الأصوات مالتهم عرفت هذا علي كامل هذا سيد جميل أسمع أصواتهم يرددون وياي نقول لبيك يا حسين يرددون وياي يلبيك يا زهراء يرددون وياي بعدين أسمعهم علي كامل الله يرحمه مثل اللي من فعل قالهم شيلوه هذا بطل وفي تل عفر اشتد القتال وكعادته تصدر البطل الحشود فقاتل قتال الشجعان واقتحم المدينة مع إخوانه المجاهدين في لواء علي الأكبر ونال الشهادة في أحد أزقة المدينة ليلتحق بركب شهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام قبل ليلة جاي لبن عمي صباح وزيزم ويوهم بالجهاد وقال لهو ثاني علم الشهادة فقال لهو أنا وصلنا تل أحفر واحتمال بعطر افتشهد وذا افتشهد أنت توصلني لأهلي ونزدني هناك بس اتحاول هو كان يوصينا قال لهو ثاني تشهدت وجي عقم الخبر قبل صلاة الظهر أو بعد كمام متقدين أنا شوية يعرف جماعة المزاهدين أكثر شيء كان مني خابرونك أعرف ليش هذي؟ إذا قبل صلاة القدوم بعده جمام متقدين لا تخبره أو بعد كمام متقدين حاول تكتب الخبر حاول ما يتعاشون أهلي يصلون ونكملون يابا تخبروا حتى المكان قاعد من دخني أحسن جمالي وبيعالي تجيبوني من عشمالي تدخلوني للبيت بداية الوجه قرفتي يحاول ناف وبعدين يجيبوه هنا ذاته يشوفونه بعد صار الخبر خلينا مصرات المغرب مات عيني قاعدة صلي المغرب وجان الخبر خبره على أخو قبل وبعباس وجوني طبوا علينا قالوا الله أستشهده والمغرب بعد فراغه صعب بس الله يبطينا إن شاء الله مصابر زينا تصور تصبر على أنفسني حقيقة هذا هو وهو المجاهدين بس أنا بالنسبة عليه كامل أكثر بيحي هو متحسين يعني ذوله ما قادر ألساه وأصح أهلي وأمي وأخواني وأفرالي أن يتمسكون على هذا الطريق الفتوى أواصوا ابني إذا الله كتب لحياة مستمرية على فتوى الجهاد وإذا الله كتبنا استشهاد أن يتمسك مثل ما كان أبوه يحمل عراق، يحمل مغدسات، يحمل عراض العالم هذا الطريق ما كم منه، لا شغول، شغل يخلص، والعمر يخلص، مزين فهذا الطريق فرصة، فرصة الحياة هي الفتوى الجهادية وصلت الأخوان المجاهدين يتمسكون على هذا الطريق ولا يعرفون الفتوى، إلا ما يستشهدوا للجاعة، أنا ما أتخلص الفتوى وهذا الطريق ما أشوف أحسن، أنا وصفه أنا أتباك أتباك وكأنه ولد في واد غير دي سلم، ارتدى خوذته من الصغر وهو يسمع يال ثارات الحسين من جده الذي علمه الحرف الأول ونشيده المفضل يحسين بظمايرنا وآهاته آهات زينب وأطفال الحسين عليه السلام في أيام عاشورة وهو يرى مواكب السبايا في التشابيه التي يلعب أدوارها مع أبناء قريته كل هذه المشاهد كانت حاضرة في وجدانه وهو يؤدي مشهده الأخير صارخا هيهات من الذلة موسيقى